مساء الخيرة عليكم في حلقة جديدة من برنامجكو أنا وضحة أنا معيك وضحة نجاح ومعي زميلي نجاح ردوان إزاي حضرتك؟ أهلا وسلم وضحة عامل إيه؟ إنتي عامل إيه؟ أنا الحمد لله تمام بداية كده قبل ما نبتدي الحلقة أحب نوح بس إن زميلنا كريم أنور مش معنا النهاردة لإن والده النهاردة بيعمل عملية فإن شاء الله بإذن الله يا ربنا يقومه بالسلامة ويا ديت نضعيله كلنا يا رب يقومه بالسلام يا رب عندنا إيه؟ عندنا إيه؟ عندنا حاجات كتيرة حلوة قوي الفقرة الثانية بإذن الله معنا دكتور محمد عصام خصائي العلاج الطبيعي ودكتور السنة والنحافة علاج السنة والنحافة ومعنا في الفقرة الثالثة صاحب محل الركني الإسكندروني ده أكل يعني؟ أكل هتاكل طب كويس ناكل؟ هناكل دي حاجة مضمونة طب كويس جدا قبل ما نبتدي مع الضيوب بتوعنا النهاردة أنا حاب أتكلم عن حاجة بنشوفها كل يوم كل يوم في مجتمعنا كل يوم الموضوع ده بيظهر على سوشال ميديا وبيظهر بيننا وبين قريبنا ومع صحابنا عندنا مشكلة في ناقص التعاطف عندنا مشكلة في المشاعر الإنسانية إيه رأيك؟ ناقص التعاطف ناقص التعاطف ليه بقى؟ أقولك على حاجة وبعا كده ناقشني في الحواء دايماً لما منيجي حد مثلاً محتاج يفطفط بمشكلته ومحتاج يفطفط بحاجة واجعاه حاجة كبيرة في حياته ومحتاج لحد قريب منه يحكيله يمكن يوسيه يمكن يلاقيه فيه صدر حنين يقوله ماشي معالش هنحاول نحلها لك هندولك على حل إنه ساعدك بيه يا إما بيقوله معالش ودي حاجة ويسكت مش معالش هساعدك لا معالش ويسكت لا معالش كإني مقلتش حاجة يا إما بيعمل حاجة تانية أوحش بكتير إيه بقى؟ بيدخل في الزباء معاه في الوجع إنت موجوع على فكرة الموجوع أكثر منك على فكرة إنت تعبان وداخل المستشفى على فكرة إنا بقى لي سنتين محجوس في المستشفى على فكرة إنت عامل حادثة بارح أنا على فكرة إنا أصلا عامل حادثة وشبح قدامك أنا ميت أصلا ما بتحاسف فوق إنت بتتكلم في إيه؟ فالموضوع بقى الزباء وما بقاش فيه سنس التعاطف العاطفة بالضبط معال مشكلة إنت بتحكيلي مشكلتك بالضبط أنا عندي ميت مشكلة في حياتي فأبسط كلمة بلهالك معلش؟ بس على قل فيه سنس التبطابة وزي على ريح سين الجسمي بو برضو معلش عاملك إيه تاني غير مالش يعني إنت في المشكلة دي بتبقى فاعل مش مفعول أه طبعا لو زودت عليها بشكتي عاملك إيه؟ ده أنا عندي كذا وكذا 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 خلاص إحنا اكتشفنا كده؟ ولا وأنا لو أغضى مثلا لو أحكي لو أحد صاحبي يا عمي ده أنا عندي بلاوي تقول الحمد لله برضو طب أنا بحكي لك عايز ما نفذل بالضبط وما ببس محتاجين بصيص أمل إنه فيه خير فيه حتى فاقور فيه المشكلة هتتحل أديني كده كلمة بسيطة للأمل طيب إحنا واضح إن إحنا وصلنا إن أستاذ نجاح في الموضوع ده بالذات فاعل مش مفعول به أكيد كلنا كده مش كلنا ما نجمعش مقصدش كلنا مفعول به ليه حتى اللي بيشكي أصلا جاي يشكي عشان طالب إنك ده هو مفعول به واللي بيشكيه له مفعول به والله هو الموضوع مش هياخد منك دقتين حتى لو أنت حاسس إن فيك مشاكل الدنيا والآخرة بس على الأقل بص أولك الحقيقة مشكلة واحدة ممكن تبقى عندي وعندك تمام؟ المشكلة دي عندك أنت من واحد لعشرة عشرة من عشرة بس عندي أنا خمسة من عشرة عدت بيها كذا مرة فالموضوع مش مقياس مش معنى إن المشكلة بالنسبة لك تفهى إنها بالنسبة لي مش حاجة كبيرة فلو إحنا بصينا بس بينا وبين نفسنا اللي جاي يشكيلي ده مش محتاج ندود لك مومو معلش أنا لو صديق مقرب لك مم وحافظ كل حاجة عنك تمام فأنا أضرب شعورك هنا لكن أنا بيعكي للصاحبي مدخلش جواي فبقول لي معلش يا عم إنت ما قالت زي أنا زي أنا كان زمان مدت من 20 سنة واضح إن فيش حل المشكلة دي هي كده تمام فهنشوف الموضوع ده كمان والنقش ومعرفة مع الضيوف مع الضيوف أحسن هنشوفه مفاعل ولا مفعول به أكيد هو كل مفعول به نطلع فاصل ونرجع مع دكتور خصائي محمد عصان أحسن ورجعنا لكم في الفقرة التانية من برنامج أنا وضحة معنا دكتور محمد عصام خصائي علاق طبيعي وعلاق سمنى من حافظة زيك دكتور أهلا سهلا بيكم قبل ما نضخف أي حاجة في الموضوع الأساسي بتاعنا هل انت فاعل ولا مفعول به والله انا سمعت اللي كنت بتتكلمي فيه من شوية مزيدة ولا معلاشة؟ معلاشة معلاشة فاعل في المعلاشة ومزيدة ملكش فيها اه لأ طب يعني ما بيجيش في دمائك بدلا ما تقول معلاش مثلا حاول ادور على حل بسيط كده للي قداني؟ والله هو من خلال اللي انا شفته في مهنتي وخلال اللي انا شفته في تجاربي والحياة اللي واحد عاشها هو احنا معلاش في كل حاجة يعني دلوقتي مثلا ممكن واحد يكون عنده قلم وعنده معلاشة مشكلة لسه صغير فمعلاش وروح خد حقنة تمام؟ وتكون دي مشكلة هتبقى عجب عيد مشكلة كبيرة ومحتاجة تخصص ومحتاجة طبيب يشوفه وبعد كده ايه بتعتص معلاشة عندك بر معلاشة معلاشة تكون عنده قلم في ظهره كبير جدا وعنده انسة واحد يقول له روح خد معلاشة خد حقنة بالصيدة ليه؟ على فكرة محترمة فمعلاشة عندنا في كل حالة معلاشة دي مش في الحالات الإنسانية والحالات الطبية حياتنا كلها بقيت معلاشة بالظبط وانا مش عايزة محترمة وضيع وقتك في معلاشة ايه بالظبط خش في الموضوع معلاش يعني ايه بلانا معلاشة خش في الموضوع انا عايزة اسألك سؤال طبعا طبعا الطبي عموما حصلت فيه طفرة رهيبة طبعا وامكانيات رهيبة طبعا في كل المجالات سواء في الأسنان في الجراحة في المخ في العصاب كله حصل فيه طفرة رهيبة صلاحة وتطور رهيب سواء في جهزة العلاج او في الأجهزة المساعدة لعملات الجراحية هل العلاج الطبيعي اصابه التطور برضو مالش وعايز نبزة صغيرة عن ما هو العلاج الطبيعي انا عرف علاج الطبيعي في ناس ما تعرفوش والله هو العلاج الطبيعي ده تخصص بين التخصصات الطبية تمام اللي بتهدف ان هي ترجع الحركة بتاعت البناء ادم او ترجع الوظيفة بتاعته تمام فزي مثلا ما القبيب بيستخدم العلاج الدوائي او بيصرف لك رشدة عشان الناس البسيطة بس تفهمنا في جزء تاني من العلاج هو العلاج الفيزيائي او العلاج الطبيعي اللي بيعتمد اكتر على الناحية الميكانيكية ويعتمد اكتر على ان احنا نرجع الوظيفة بتاعت البني ادم اللي قدامنا دلوقتي بقى فيه علاج القلم العلاج الطبيعي طبعا بداخل في كل التخصصات اصبحت هناك اجهزة عالية جدا في التطور اصبح هناك معامل عالية جدا في التخصص بالزبط فان شاء الله كمان بلدنا من البلاد المتطورة الحمد لله في العلاج الطبيعي يعني وعندنا خرجين علاج طبيعي ما شاء الله يعني يضاهل العالم كله ما شاء الله ما شاء الله طب يا دكتور فيه يعني حالات مرضية قريدي مثلا مريض بجلطة مريض مثلا عمل حدثة ففيه حاجة حصل في العمود الفقري فده بيحتاج علاج طبيعي طويل بس فيه حاجات احنا بنعملها كل يوم بتأذي لاصابات في جسمنا احنا بنعرفش عنها حاجة بذور مالاش عارفة بالزبط فايه هي عشان الناس تبطل تعاملها عشان متحتاجش علاج بعد كده والله المشكلة الاساسية عندنا هنا مشكلة وعي تمام يعني المشكلة الاساسية عندنا هي مشكلة وعي في كل حاجة تمام يعني حتى وعي من ناحية الطبية وعي من ناحية الصحية اللي هو ان انا ممكن زي ما كنت بقولك من شوية ممكن يكون عندي مشكلة لسه صغيرة ولسه بسيطة جدا وان انا اتجاهلها او ابتدي اشوف لاي طريق بديل ان انا حلها يعني مثلا الم اصفل الظهر او الناس اللي بتجنة بنستغرب ناس بتجنة بغضريف ومش جاي بغضروف واحد لا ده جاي بمشاكل متعددة في العمود الفقري ويممكن يكونوا من الشباب تمام فهو وعي ذات نفسه هو بيشتغل ازاي؟ هو بيقف ازاي؟ هو بيقف ازاي؟ هو بيقعد ازاي؟ وهي بتشيل حاجة من الارض ازاي؟ تمام؟ هي بتشيل حاجة من الارض ازاي؟ هي بتمشي ازاي؟ سواء مثلا ممكن نقبل سواء يسوق مثلا مدة 3-4 ساعات 5 ساعات 10 ساعات متواصل 10 ساعات متواصل ما عندوش دراية ان ده بيدر شق ظهره بزبط يعني في الاخر هيوصل ان هو يجيب لي نفسه غدروف ويصبح مريض غدروف او مريض انزلاق غدروفي او سيان كان الحاجة اللي ممكن تسيبه في ظهره او في عمود الفقري تمام واحد مثلا بيشتغل شغلانة فيها شيل فبيشيل بطريقة غلط يبقى انا عندي هنا اساس المشكلة جاتلي من لايف ستايل انا عشته غلط طيب انا جاتلي المشكلة بدأت ان انا حلها بالطريقة الخاطئة بردك متوجهتش مثلا للطبيب المسؤول عن علاج الحاجة الحالة بعد كده وكمان ممكن اروح للطبيب ومامشيش على العلاج بتاعه ممكن روح للطبيب يقول لي روح اعمل برنامج علاج طبيعي تمام وماروحش اعمل العلاج الطبيعي ممكن اروح اعمل علاج طبيعي ودكتور علاج طبيعي ديني تعليمات ويقول لي والله انت مفروض في اليوم هتعمل التمرين دي مرة واثنين وثلاثة مع الجلسات بتاعتك مفروض ان انت هتشيل بالطريقة كذا مفروض ان انت مش هتستخدم هتشيل بطريقة مثلا صح مفروض ان انت مش هتعمل الحاجة دي بيلاقي استهطار احيانا في التعليمات اللي بتتوجه للمريض وده بيكون جزء اساسي وجزء كبير جدا في التدهور اللي بيحصل للحالة وفي ناس بتقضيها مسكنات اللي هو ضهرك واجعة خد مش عارفة كورتيزون مش عارفة اخد ايه في ناس كتيرة بتتجي هنا تاخد مسكنات وده غلط في ناس كتيرة بتتجي هنا تاخد ادوية من نفسها ده عموما بالنسبة لو هنتكلم على مثلا ألام الظهر ألام الظهر حاجة بنشوفها كل يوم مرغم مساو كريم ومشي اه وخلاص مساج وخلصها اه بدون مثلا وممكن يكون عنده انضلاق وضروفي كبير ما عرفش كده محتاجة تثبيت فقرات في جراحي وبعد كده عايزي عليك طبيعي عنده خشونة نبص مثلا نلاقي ستات كتيرة بتشتكي من خشونة في الرقبة تشتكي من روباط صليبي برضك مصرها ان هي تلبس كعب عالي مصرها ان هي بلاش كعب عالي عشان هتجلني مشاكل في البيت لنتكلمش عنه تمام حاجات كثيرة جدا ممكن ان احنا بنعملها في ايامنا في عاداتنا اليومية غلط بتؤدي بنا الى ان احنا نبتدي بعد كده ندور على ده كثرة الاكل وطرق الاكل الغلط اللي يعني بمناسبة الاكل فيه ناس كتير كل ما عايزة خيس طب هروح للدكتور هزبط لنظام زي الفل فيه ناس ما بتبقاش عنده رفعية ان هي تروح للدكتور فازاي نخس نغير من روح للدكتور نظبط اكلنا ازاي والله احنا ممكن فعلا نخس من غير ما احنا نروح لدكتور فعلا ممكن احنا نخس بدون ان احنا نضطر ان احنا نروح لدكتور معين في اي مكان احنا عادين في مكاننا عن طريق ان احنا اول حاجة لازم نبتدي ان احنا نحافظ على عاداتنا الصحية السليمة الغزائية الصحية اه الصحية والعادات الجزائية السليمة العادات الصحية السليمة في نومك في صحيانك في ممارستك للرياضة شرب المياه كثير بالزبط طبع المياه اسلوب حياه يعني شرب المياه في غير موضوع ان احنا نزبط اكلنا نزبط اكلنا ده الموضوع ده ابتدى لان احنا قعدنا فترة كثيرة جدا بناكل بطريقة غلط محشي محشي ومش حتة نوع الاكل ذات نفسه يعني هو مش حتة نوع الاكل ذات نفسه الفكرة في كميات كمان على قد ما الفكرة ممكن في وقت الاكل وفي كميات الاكل بالزبط ناس دلوقتي بتسحى الفجر تاكل الغداء اللي متغديتوش من طول اليوم فده بيعمل دهون صح؟ بالزبط ده مش بيعمل دهون وبس ده بيقل بيأثرلي على مستوى الحرق الغزائي يعني انا ممكن كل واحدة عادة في بيتها ممكن تعرف ان هي تخس ممكن تعرف ان هي تخس بس الحكاية ان انا مش حتة ان انا انزل في الوزن على قد ما انا محتاج ان انا منزل في الوزن مرجعش في تاني بالزبط وان منزل في الوزن انزل في الوزن بطريقة صحيحة انزل من الكتلة الدهنية بتاعتي اه يعني في ناس بتمدعم الأكل خلص انت خيصتها طب انا اسأل سؤال انا اسف يعني كلينا يكونوا صراحة الستة بتاع البيت البسيطة الطبعية هتقول لي اعمل الرياضة هي ما تنرفش جمه اصلا فايه اللي تعمله ممكن البيت من خطوات وتدريبات بسيطة جدا تدريبا عميلها في البيت والله كل واحد فينا يقدر يعمل رياضة على مدار اليوم ويقدر يعمل تمرين ايروبك وتمرين يحسن بها معدل التنفس بتاعه ويحسن بها الاكسوجين اللي داخل الرئتين بتوعه تمام وكمان ان هو يمشي معها على نظام اكل احنا عندنا هنا كذا مشكلة بتواجهنا اما بنيجي نعمل منجمينت الحالة وان احنا نحب ننزلها في الوزن بخلاف العادات الغذائية الغلط تمام ووقات الاكل الغلط ان احنا عندنا كده يعني الاكل ذات نفسه بنختاره غلط تمام يعني الاكل الوجبات اللي احنا بنختارها بنختار وجبات غلط ممكن هنكلم مثلا عشر مصايح نقدر ان احنا وإحنا عادين في مكاننا نقدر ان احنا ننزل في وزننا تمام وممكن لو انا مثلا مريض مثلا وعندي غضروف ممكن الرياضة اللي محتاجها في برنامج العلاج الطبيعي بتاعي اخليها هي الرياضة اللي انا همارسها في اليوم بتاعي مع نظام نظام الاكل اولا انا بالنسبة لما بحب ان انا انزل مريض وعنده زيادة في الوزن دلوقتي انا من احدث انواع الانظمة العلاجية المتبعة هو نظام السيام المتقطع نظام السيام المتقطع ويمكن ده يعتبر افضل نظام اكل وافضل حاجة انا ممكن اعملها خلال اليوم بتاعي ممكن ابتدي اتعود عليها بمعنى الدكتور محمد بمعنى اشار حافظ التفاصيل بتاعك احنا دلوقتي عادنا ناكل غلط وعادنا ناكل بكميات غلط وعادنا ناكل في اوقات كتيرة غلط لحد ما ابتدى عن خلق ببتدينا يحصل لنا زيادة في الوزن زيادة الوزن الاول دي اللي حصلت لنا لازم نكون فاهمين ان هي ما حصلتش ولا اسبوعية ولا شهرية لا عادنا سنين ناكل غلط لحد ما اصبح هناك استبدال الكتلة العضلية اللي في جسمنا بالكتلة الدهنية بناكل فينا شويات بطريقة غلط بناكل كميات كتيرة من الدهون بناكل سكريات كتيرة تمام بدون ما احنا نحط حساب احنا بناكل ايه ومش كده بس ده احنا ولا بنلعب رياضة مش كده بس احنا ما بنشربش مية كويس مش كده بس احنا بننام غلط احنا يعني نشوف بنات كتيرة وولاد كتيرة اول ما يصح الصبح لازم ان هو يشرب قهوة أول ما يسحى الصبح مسكفية على الريق الديليفري والفاست فود زاد بطريقة كبيرة جدا وعلى فكرة أخطر أنواع الأكل هي مش النشوي ولا الدهون لأ النشوي اللي عليه دهون الفاست فود لأن ده طبعا بيبتل إنه يزود لنا الدهون السلسية ودهون الدم وانس إن انت خلاص تكون عندك كرش وانس إن انت البطنك خلاص زادت وبقى عندك كمية كبيرة من الدهون في منطقة البطن ودخلنا في حاجة اسمها مقاومة الإنسولين عشان أنزل وأرجع تاني في الوزن لازم أعرف إن الحكاية ولا هتيجي بسرعة ولا هتيجي إن أنا عن طريق إن أنا هجوع نفسي ولا هتيجي عن طريق إن أنا أبتدي أمشي على نظام غذائي غلط ونبصي اللي هي ناس ما بتاكلش خالص خلال اليوم وبيشتكوا من الجوع هو بيشتكي من الجوع لما بيجي من نظام أكل عشان ما بيركز على نسب البروتين كويس ولا بيركز على نسب الخضرات ووه كي يجي لهبوط وحاجات من دي بالزبط وبمشوف ناس بتعرض لهبوط وناس بتتعرض لمشاكل في الشع ناس بتتعرض لمشاكل بنات تعرض لمشاكل في الضواطرها وطع دمها وانيميا وكذا وانيميا وإغماءات لأنه أخذ موضوع نزول الوزن بسرعة أخذ موضوع نزول الوزن إن هو نزول طريقة عشوائية معرفش إن هو زي مزاد تدريجي في الوزن لازم هينزل تدريجي تمام أحدث أنواع الأنظمة اللي أنا شايف إن إحنا ممكن نعملها وإحنا عاديين في بيوتنا نظام السيام المتقطع نظام السيام المتقطع ده نظام نظام حياة تمام كل أنت تقدري تعمليه حضرتك تقدر تعمله أنا أقدر أعمله ستة البيت البسيطة تقدر تعمله نظام بيعتمد إن إحنا بنقعد فترة ما بنقولش فيها الفترة دي مفروض إن هي ما تقلش عن 16 ساعة يعني أقل من 16 ساعة عملية الحرق للدهون بصورتها الطبيعية ما كملتش إنما بيحصل عندنا variation أو اختلافات بسيطة إن أنا مثلا واحد مش معقولة بيأكل كتير جدا وكل يوم يأكل في كشري وبالليل بيأكل مش هارفية وبالليل إغلا عتيكي مرة راح تقوله سوم 16 ساعة فأصبح هنا بس سؤال بس استفساري ليه وللمشاهدين 16 ساعة متواصل ولا متقطعين متواصل أوكي ما نفعش إنه ما فيش حاجة اسمها متقطعين يعني ينجع بقى نرجع للسنة اللي أمر بين رسول الله السلام السيام المتنين والخميس بالضبط ده بالنسبة ده أضعف الإيمان ده أضعف الإيمان وهو حاجة من السنة السيام محرقة الدهون أنا ما بعد 16 ساعة ما بقولش فيها تبتدي الدهون اللي في جسمي تبتدي إن هي تتحرق تمام بيبتدي يحصل طبعا هو هنا في السيام المتقطع الاختلاف يعني بيحصل لهرمونات بتتفرز تمام بتزود معدل الحرق الغزائي زي الجروس هرمون وهرمون النمو اللي أنت كمان لما هتمارس الرياضة الأيروبك تاخد نفسك وتطلع نفسك وتعمل تمارين بسيطة في البيت بويت بسيط ممكن دراعاتك بويت بسيط لرجلك حتى لو عملت زي رينجي أوف موشن اكسرساس أو تمارين للمدى الحركي بمجرد أنت تعمل تمارين وبتاخد نفسك نفس عميرو يعني كويس جدا وإنت في التمرين بتبتدي تزود الجروس هرمون اللي عندك يفرز نبتدي إن إحنا نصوم 16 ساعة 16 ساعة دول مسموح لك فيهم بشرب المية عادي عشان جسمنا ما يخشش بجفاف الناس اللي بتحب تشرب قهوة تشرب قهوة بس هنا مش هينفع ندخل ولا جرام سكر فيه سكر بديل دخل هو سكر اللي لا مش سكر مش أي سكر دايد بردك هينفع هو سكر الاستيفيا طبعا لأنه كله برعا سكر طبيعي فعلا البودر بتاعه ده نوع من أنواع السكر اللي ما بتصيرش إفراز البنكرياس بتاعنا للإنسولين البني آدم اللي حصل له زيادة وزن هنا تمام حصل له زيادة في نسبة الإنسولين في الدم بتاعه تمام وأصبح فيه مستوى الإنسولين عالف جدا في الدم وعلى العكس بأوليل في العضلات بتاعته وبالتالي هنا العضلة أصبحت أن هي بتشتكي كتير جدا من مشاكل كإجهاد كأوجاع في أماكن متفرقة زي ما بتشوف كده مثلا الناس تاكل وعايز ينام عنده كرش كبير فبياكل وعايز ينام بياكل وعايز ينام ليه؟ لأن العضلات بتاعته مش واخدة كمية السكر طب يا دكتور قلت هنصوم 16 ساعة ما ممكن حد ينصوم 16 ساعة بعد ما يخلص 16 ساعة يضرب بقى محشي ما ينفعش وهاياكل إيه بقى بعد 16 ساعة خلاص بقى أيما هو نظام الأكل بقى خلص الصيام في 16 ساعة خلال 16 ساعة يقدر أنه هو أولا النوم فيهم مسموح يعني ممكن تخلي 16 ساعة النوم بتاعك من ضمنهم هيتبقى لو قلنا نام كويس وطبعا لازم نركز عن أن أنت لازم تنام كويس هتفضل لك 8 ساعات تاني ممكن نخلي 4 ساعات قبل النوم و4 ساعات بعد النوم زي ما قلت مسموح لك فيهم بشرب المياه مسموح لك فيهم بتناول الشاي بدون سكر مسموح لك فيهم تناول مشروبات الحرقة للدهون بدون سكر مسموح لك فيهم بتناول القهوة بدون سكر هنيجي بعد كده على 8 ساعات 8 ساعات اللي هو مفروض أن احنا ناكل فيهم لازم نركز فيهم على البروتين ما نصرفش بقى في تناول السكريات يعني منشان اللي أنا عامله باليمين ههده بالإيه ههده بالشيماع زي رمضان كده يعني يعتبر زي رمضان صايمين كلنا ده معصدش صايمين طول اليوم بالضبط وبيضرب عصاير على الفطار ده الفل بالضبط ده في حاجة كارس بتحصل إن احنا بنبقى صايمين تمام فترة طويلة جدا والإنسولين بتاعنا أقل في دمنا ونبتد إن احنا نفطر على حاجات حلوة هاي كالوري وحاجات فيها سكريات عالية جدا عشان السكر نزل عشان مستوى السكر نزل نبتد إن احنا في التمن ساعات بتوعنا اللي احنا هنأكل فيهم نعتمد على البروتين لازم نأكل كويس الواجبة بتاعتنا مثلا هنقول واجبة الفطار لازم واجبة الفطار دي تشبع فيها ولو مش بيعتش فيها مش عايز تشبع فيها من البروتين لازم تركز كمان على الخضروات معها تمام تمام ممكن يفضل إن تكون لو فيه جزء ناشوي هنأكله في اليوم إن أنا ما بعترفش بأي نظام أكل ما فيهوش ناشويات أي جزء ناشوي فلو هنأكل جزء ناشوي كنص رغيف أربع خمس معلق رزي مثلا هنأجلها في الفترة اللي بعدها اللي هي فترة الغداء لازم فقبة الغداء دي أساسي كده كل يوم طبق صلطة خضروات كبير جدا تمام مع البروتين يعني مفيش يوم اللي هيخلى من البروتين ولو إنت مفيش بروتين حيواني فأنت ممكن يكون ظروف بيتك مناسبة للبروتين النباتي عندنا البوكليات عندنا أنواع كتيرة من البروتين السمك عندنا التونة عندنا اللحمة طبعا اللحمة من أكتر الحاجات اللي هي بروتين الفراخ واللحمة البيضة طب يا دكتور الفكهة فيه ناس كتيرة بتقول إن فيه فكهة معينة بيبقى فيها سكرات سلسية فمتتحللش كويس بالقسم لو هنتكلم على نظام الصيام المتقطع تمام اللي إحنا فتحنا في سيرته دلوقتي أيوة فنظام الصيام المتقطع يفضل في أول أسابيع مفيش فكهة خالص ولا أي نوع تمام ولا أي نوع بس برضك أحيانا بيحصل تجاوزات شوية حسب الحالة لقدامك يعني برضك أنت لازم تبص كدكتور الستايل بتاع حياته قبل ما يجي لك عامل إزاي ولذلك أنا باهتم جدا إنت يعني بتعرفيش معنا واحدة من كل حاجة صح إنت بتشغال إيه ما أنت مش ينفع برضك تحطي له نظام وهو مثلا موظف في وردية خلال الليل المعتمد إن هو يأكل أو هو سواء تاكس طول اليوم شغال ما بيعرفش إن هو يقف ويأكل حاجة معينة أو هو مثلا شغال عامل في مكان معين فمش من أنت أو هو بيسافر كتير أو 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 فأنت لازم تبتدي تركز الأول اللي معاك ده الستايل بتاعه عبارة عن إيه عملية نزول الوزن هي عملية نزول الوزن منك مش مني ولذلك إنت ممكن تعملها في البيت ولذلك ممكن تعملها مع أي دكتور أهم حاجة إن الحالة النفسية بتاعتك ما عارف إن إنت تتعامل مع الدكتور ده عارف توصله تفاصيل الحياتك عارف تعرفه إن إنت ما بتعرفش تعمل المجهود كذا مش بتعرفش تعمل التمرير لأ ده أنا ما بحب كذا وما بحبش كذا ولازم الحكاية تيجي تدريجي وإنت الوحيد كمان تقدر تساعد الدكتور وهو الوحيد والعزيمة والإرادة بتاعة المريض أو البني آدم اللي هو حابب إنه هو يقوم بعملية نزول الوزن دي أهم من أي حاجة جداً في الدنيا طب دكتور محمد أصعب حالة خاسستها مثلاً أو خدت معاك وقت طويل إن هي تنزل للوزن اللي هي محتاجية الأيضية اللي بتاحها خدت منك مثلاً قد إيه وأنا عارفة إن صابعي أنا مش قد أبعضها وإن الجسم بيختلف من جسم التاني هو أولاً بالنسبة للموضوع نزول الوزن هو جاه معانا إزاي آه بالزبط لقيت إن سبعين في المية من الناس اللي بتجينا مترددة على عيادتنا بألام في العمود الفقري سببها البطن كبيرة سببه وزنه عالي سببه عضلاته ضعيفة جداً فكان لازم نبتدي إن إحنا تمام وده جزء طبعاً من مجالنا في مجال العلاج الطبيعي تمام إن إحنا نبتدي نتمي بمشكلة علاج السمنة بطريقة كويسة جداً في ناس بتطول تمام والأسف أما بيكون بيطول بيكون هو بدأ يزهق في النص تمام فالكونتكت اللي مع الدكتور والحالة النفسية اللي مع الدكتور هي اللي بتبتدي ترجعه تاني أما بيمشي على نظام أكل كويس يبتدي إن هو يلاقي نفسه أما لغبة أسبوع وأسبوع تاني ما رجعش في الوزن بيبتدي يلاقي نفسه إيه لا ده أنا هروح وهكمل اللي أنا كنت عليه فأما البني آدم بيبتدي يعرف هو عايز إيه وعنده إرادة وشايف نفسه بعد كم سنة هو هيكون فيه وحالته الصحية هتوصل لإيه بتختلف كتير جداً فيه ناس أخدت أربع شهور على ما وصلت للوزن مثال يعني أنا فيه فيه متابعة معنا يمكن كنت منزل لها من قيمة أسبوعين على الصفحة بطاعتنا على صفحة المركز يعني بجد شكري يعني ما ينفعش يعدي اليوم بتاعها في الأسبوع إلا ما شوفه فيه دكاترة بتحب تعمل متابعات شهرية أنا منوع دكاترة بحب أعمل متابعة أسبوعية لازم أشوفه كل أسبوع أشوفه هو ماشي إزاي لحد ما خلص يعني مجرد إن اللي إيت هو عتمد على نفسه بدأ ينزل وبدأ بقى فاهم هو بيعمل إيه بالزبط لأن للأسف إن إحنا عندنا تلات مشاكل أول مشكلة إن الناس ما بتاخدش بالها إن المعلومة بياخدوها نقصة آه تمام يعني هي بياخد المعلومة نقصة يعني أنا بقول له والله إنت مفروض تمشي على نظام أكل مع مفروض إن إنت تعمل نظام ماشي مثلا نصف ساعة في اليوم أو تعمل تمرين تلات مرات في اليوم مع أن إنت لازم تشرب مياه كتير يبتدي يعمل نظام الأكل ويسيب الباقي ويسيب لك الباقي وبالتالي بيأثر على معدل النزول بتاعه يؤثر على معدل الحرق الغذائي بتاعه شرب الميا شرب الميا من الحاجات المهمة تمام تمام جدا لأي حد شكرا لدكتور محمد والله وشرفتنا جدا للفاقرة دي ربنا يخليك يا رب آخر حاجة بس محتاجين نختم بيها تفضل المشاهد اللي عايز يوصلك يوصلك فين عنوان العيادة مثلا أمنا موجودين إن شاء الله في السويس في شرع الجيش تمام تمام خمسة شرع الجيش أمام توحيده نور اللقين والفرع الجديد بتحضيرك إن شاء الله فيه فرع جديد ده بقى عاملينه الأطفال اللي عندهم إعاقة تمام وعملينه تأهيل جزء منه تأهيل وجزء للأطفال اللي عندهم إعاقة تمام بحيث إن إحنا نبتدي بردك نساعدهم ومعنا ده كاترة تانية ده إن شاء الله ده موجود في شرع أسماك السويسي تمام تمام في السويس عند بيت زهدت إن شاء الله خير إن شاء الله قريب يفتتاحه بإذن الله بإذن الله بس سريعا عشان الفقرة هنتهي بس سريعا أنا عايز تغضب الواطن بتاع البنمج المشاهد بتاع المنمج تشرب مية كتير كل خضروات كتير تمام اعتمد على لوكتر الورائيات قتر المشروبات الحرقة للدهون المشروبات الطبيعية اللي ينسون القرفة الجنزبيل فمتين غلطة دكتور طيب أنا عايز أي معارض من خلال البرنامج تمام يجيلك تمليه خاص مع جلسات تمام إحنا أي حد يشرفنا نتفق على الحواردة نتفق على الحواردة مش موضوع مدي أكتر ما حيكان نحاول نساعد كل الناس تأمر كل الناس وشعب السويس لا ما نازم أخذونه حاجة وبتطفي يا دكتور بإذن الله شكرا رضي الله محمد على شكل أفضلك شكرا رضي الله نطلع فاصل ونرجع تاني بآخر فكرة لنا